آيفيكسيت فكك وسماعة أبل وقارنها في سوني وبوز النتائج كانت صادمة رئيس وون بلس جاء بالعيد وأما واتساب فهي بدأت حرب خفية ضد تيليجرام كما يبدو وأخبار أكثر بهذه الحلقة ومرحبا أدام هياكم الله بحلقة جديدة من أخبار تيك فويس اللي تجيكم كل يوم خميس قبل كل شيء لا تنسيناك تشترك معنا بالقناة لمزيد من الحلقات والأخبار التقنية أول خبر ندى فيه على طول بوب جي بوب جي أوقفت بالفعل أكثر من مليون ومئتين ألف غشاش عن لعبتها طبعا أنا ما ألعبها بس حتى اللي إحنا ما نلعبها قاعدين نسمع ونقرأ كيف التهم اللي قاعدة كل واحد يقول الثاني أنت بغشاشين لا أنت بغشاشين العرقين يتهمون السعودين السعودين يتهمون العرقين وأخرا صاروا كلهم يتهمون الكويت الواضح أن الكل غشاش هنا هو أكيد هذا كله بسبب أكو عرب الطيارة هذا بيدخلنا بمشاكل ننتقل لخبر الثاني خبر الثاني هو عن مؤسس وون بلس مؤسس وون بلس هو خطوة غريبة هذا الرجل أسس وون بلس وكان رئيس الشركة منذ تأسيسها وطلع قبل فترة مرة بسيطة بمجرد ما طلع صار يستخدم آيفون بدأ يوزع إلا بتبات أبل بدأ ما شاء الله يستخدم كل أجهزة أبل الخطوة أعتبرها أنا غريبة لأنني حسيت فيها تقليل بمستوى شركته الآن بعد ما شفت هذا الشي أحس أني بديت أفهم من وين جاي سلوب تصميم الواجهة حقات وون بلس وجوالات حقتهم الآن بديت أفهم رجال أنت ما شفت تمثال حق ستيف جوبز على المكتب تمثال ستيف جوبز؟ نعم ركز تلقاه كده تحت الآي ماك ننتقل للخبر اللي بعده هو عن آيفيكسيت هذا الخبر مفاجئ شوي آيفيكسيت هم مفاريق متخصص في صيانة الأجهزة يفكهون الأجهزة ويتكلمون عنها بالتفصيل من الداخل ومدى جودتها ومدى إمكانية صيانتها أو سهولة صيانتها الآن فكركوا آيربودز ماكس تخيل إيش صار قالوا نوع في سماعة سوني وبوز اللي هي تعتبر متميزة في السوق قالوا أنه لقين الجودة مم بس عالية من الخارج إنه مستخدمي العالمي ومستهل السيل بل حتى من الداخل حتى من الداخل مصممة بطريقة أظهرة السماعة الأخرى وكأنها ألعاب بجانبها وهذا فيه إشارة للجودة وعلى فكرة هذا مو رأيي هذا مو كلامي نقطة الألعاب هذا كلام آيفيكس نفسهم على فكرة مراجعة لهذه السماعة صورت صارت شبه جاهزة والمفروض أنت قاعد تشوف هذا الفيديو إنه إحنا الآن شغالين على اللمسات الأخيرة للمونتاج وفيه احتمالنا تكون طلعت فلا تنسى تشترك معنا أو تشيك على فيديو السماعة ثم نتقل لخوار البعد كلكم شفتوا إيش اللي صار اللي صار واتساب قررت حدث سياسة الاستخدام وتجبر الكل على الموافقة بمشاركة معلوماتهم مع فيسبوك هذا تسبب مشاكل كثيرة للشركة أولاً صارت حملات انتقال لتليجرام وسيجنل وهذا يبدو لي ما خوفهم كثير بس وش اللي خوفهم فعلاً أنه بدأوا الناس يرفعون قضايا ضدهم في مختلف الدول فمثلاً في عدد من الدول بالاتحاد الأوروبي رفعوا عليهم قضايا وحتى الهند صار نفس الشيء وبالتالي الاتحاد الأوروبي وحتى الهند كلهم قرروا أنهم يستجبونه ويفتحون تحقيقات ضد واتساب وضد فيسبوك بل الهند طالبت باسترجاع سياسة الاستخدام السابقة هذا الشيء خلى واتساب تقول بنأجل الموضوع لحين توعية الناس وبالفعل بدأوا بحملات غسيل مخ من خلال إعلانات مختلفة في السوشال ميديا إعلانات في الجرائد إعلانات في كل مكان ترحنا مساكين ترحنا نهتم بالخصوصية كل هذا ما شدني كثير وش اللي شدني اللي شدني شيء مختلف تماما تيليجرام موجود من سنوات نفس الطريقة الحالية نفس التشفير كل شيء نفسه ما اختلف شيء صح؟ طيب ليش فجأة قمنا نشوف أشياء غريبة فجأة ومن دون سابق اندار صار أكثر من حملة ضده الحملة الأولى تنبه أن حمايته ما يبعالية وأن التشفير مبعالي فيه وأن التشفير العالي هو فقط في محادثات السرية مع أن هذا الشيء معروف ومعلن ودائما تيليجرام تقوله أمه بسر وما تغير شيء موجود من الزمان ما فيه شيء جديد ليش الآن بدي يطلع الكلام؟ الشيء الثاني بدت قضايا ترفع ضد أبل عشان تحدث تيليجرام من متجرها لأنه إيش عذرهم؟ اكتشفنا أنه في بعض القروبات في تيليجرام فيها سواليف كأنها عنف كأنها عنصرية كأنها يا سبحان الله ليش كنت السواليف طلعت الآن؟ مارك؟ إن شاء الله كويس لا تنسى تشترك معنا بالقناة أنا أدهم أشوفكم في حلقة قادمة مع السلامة